مرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد على قناتكم بلال واسكا في هذا الفيديو سوف أشارك معك طريقة تمكنك من تشجيل الخروج على حساب ابل اي دي على الايفون او الايباد الخاص بك بدون حاجة الى معرفة الباسورد الخاص بهذا الحساب وبدون ايطال اكثر فنبدأ في البداية سوف تتوجه الى صندوق الوصف وسوف تجد رابط مباشر سوف يوجهك الى البرنامج الذي سوف نقوم باستخدامه في هذا الشرح برنامج دينور شير فور يوكي فصراحة هذا البرنامج هو من افضل برامج المتواجدة في الوقت الحالي لحل معظم المشاكل الخاصة بنظام الايفون او نظام الايو اس من حل مشكلة فتح رمز الدخول الخاص بالايفون تجاوز الام دي ام فتح الابل اي دي الى غير ذلك من المشاكل المعروفة الخاصة بنظام الايفون المهم انت في البداية سوف تقوم بالضغط على التجربة المجانية لكي تقوم بتحميل البرنامج وبعد التحميل سوف تقوم بتثبيته يمكنك ان تقوم باختيار اللغة العربية وتختار المصار الذي تريد ان تقوم بتثبيت عليه هذا البرنامج وتضغط على التثبيت اوكي بعد ذلك نضغط على بداية وسوف تنبثق لنا واجهة برنامج دينور شير فور يوكي فواجهة البرنامج بسيطة لغاية فهو يظهر لك في الواجهة جميع مشاكل الاي او اس التي يتمكن البرنامج من حلها ببساطة مثل مشكلة فتح رمز الدخول الخاص بالايفون تجاوز الام دي ام المهم ما يهمنا نحن في هذه الخيارات هو خيار فتح الابل اي دي بدول حاجة الى معرفة الباسورد الخاص بالحساب سوف نقوم بالضغط على هذا الخيار وسوف يطلب منا البرنامج ان نقوم بتوصيل الهاتف الخاص بنا مع الكمبيوتر سوف نقوم بتوصيل الهاتف مع البي سي ثم نضغط على الوطوق وندخل رمز القفل الخاص بالهاتف كما تشاهد معي تعرف البرنامج على الهاتف سوف نقوم بالضغط على ابدأ في الازالة ثم هنا سوف يطلب منا انه يجب من الضروري ان يكون على الهاتف الخاص بنا رمز القفل الخاص بالشاشة في حالة ما لم يكن جهازك عليه رمز القفل فمن الافضل ان تقوم بالدخل الى اعدادات الخاصة بالهاتف وتقوم بانشاء رمز القفل وفي نفس الوقت يجب أن يكون الهاتف الخاص بك متصل بالأنترنت سوف تقوم بالضغط على هذا الخيار ثم في تاني خيار سوف يطلب منا أن نقوم بعمل المصداقية الثنائية على الجهاز وطريقة تفعيل المصداقية الثنائية بسيطة للغاية سوف تقوم بالضخور إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف ثم تقوم بالضخور إلى الحساب ثم تضغط على كلمة السر والأمان ثم الحصول على رمس التحقق سوف يعطيك هنا رمس التحقق الخاص بهاتفك سوف تحتفظ بهذا الرمز لأنه من الممكن أن تستخدمه في حالة ما كنت تريد أن تقوم باسترجاع هذا الحساب وبعد أن تحتفظ بالرمز سوف تقوم بتفعيل المصداقية التنائية وعند الانتهاء سوف نضغط على هذا الخيار ونضغط على التأكيد بعد ذلك نضغط على التحميل وسوف يبدأ البرنامج بتحميل الصوفت وير الخاص بالجهاز وبعدما تم تحميل الصوفت وير الخاص بالجهاز وقبل أن تقوم بالضغط على إبداء في الإزالة فيجب أن تنتبه إلى هذه الخطوة لأن البرنامج سوف يقوم بعمل فورمات كامل للهاتف الخاص بك وسوف يقوم بمسح جميع البيانات الخاصة بالهاتف وكذلك سوف يقوم بتحديد هاتفك إلى آخر إصدار لذلك في حالة ما كنت مستعد وموافق على هذه الشروط سوف تضغط على إبداء في الإزالة وبعد ذلك سوف يقوم البرنامج بعمل فورمات للهاتف الخاص بك وتثبيت الصوفت وير من جديد كل ما عليك الآن سوى الانتظار حتى ينتهي البرنامج من إنهاء جميع الخطوات القادمة بعدما تم تثبيت النظام من جديد سوف نقوم بعمل الخطوات الأولية الخاصة بالآيفون من اختيار اللغة اختيار البلد ادخال الواي فاي إلى غير ذلك إلى أن نصل إلى الإعدادات الخاصة بالحساب أو الـ iCloud وصلنا إلى خيار الإعدادات الخاصة بالـ iCloud هنا سوف يطلب منك أن تقوم بإدخال الحساب الخاص بك لكن أنت لن تقوم بإدخال الحساب سوف تقوم بالضغط على فتح القفل باستخدام رمز الدخول بعد ذلك نقوم بالضغط على استخدام رمز الدخول الجهاز وسوف تقوم بإدخال الباسورد الذي كان مسبقا على جهازك والذي قمت بإنشائه في البداية وخلاص سوف تلاحظ أن الهاتف تجاوز الإعدادات الخاصة بالحساب وتم فتحه ببساطة كل ما عليك الآن سوى أن تقوم بإكمال الخطوات المتبقية وسوف يتم فتح جهازك بكل بساطة وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بإنشاء حساب جديد وتقوم بإدخاله على الآيفون الخاص بك هذا كل ما في الأمر بالنسبة لهذا الشرح إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك كان معكم بلال من قناة بلال الراسكا وإلى اللقاء